أنا عايز أتكلم فيه أنه النهاردة بعد كارثة كورونا دي إن شاء الله ما تنتهي على خير اللي احنا مش عارفين توقيتها الحقيقة أن يكون فيه عروض أنا معرفش بفكروا في ده ولا لأ أن يكون فيه عروض خاصة لجماهير النادي الأهلي زي قبل كورونا كنا منتكلم عن نقل مثلا جمهور النادي الأهلي من مكان لمكان لتشجيع النادي مع الحجز الفندق مثلا حتى لو لليلة بتفكروا في ده إحنا حقيقة كنا يمكن بنتكلم مع الإدارة في إدارة القناة هنا هو أنه إحنا عاوزين نبتعد نعمل حاجات مجموعة من التشجيع لجمهور النادي الأهلي على طيارات إير كايرو وإن شاء الله نصل لحاجة كويسة بإذن الله أعتقد في قدون الأسبوعين ثلاثة جايين هنوصل لحاجة كويسة جدا إن شاء الله طب وده برضو هاخدني على المستقبل النهاردة الشركة دي شركة إير كايرو كبيرة دي ممكن تكون في طريقها إن هي ترى على النادي الأهلي؟ والله تبقى الشركة الراعية لنادي الأهلي؟ هي دي أمنية طبعا ما أعتقدش أنه دي حاجة إحنا ما نسعلهاش إحنا ممكن نبتدي نقعد مع الإدارة في النادي الأهلي وطبعا هما لا يقلوا وطنية عننا وأعتقد أن إحنا هنعرف نصل لاتفاق جيد جدا توقف في شكل الرعاية أو في شكل أي اتفاق هما شايفين وإحنا جاهزين إحنا حبين وجهزين